وزارة الاسكان والتخطيط العمراني وشركات المقاولات وأكدت وزارة الاسكان والتخطيط العمراني أن هذه الاشتراطات تسهم في الاستفادة من فرص التوسع في إضافات الوحدات السكنية وبالتالي معالجة عدد من المخالفات البناء المتكررة التي كانت ترصدها الوزارة والجهاد ذات الاختصاص وخلال الورشة أكد سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراع أن التعديلات الصادرة ضمن القرار ستسهم في تسهيل استصدار تراخيص البناء وفق متطلبات احتياجات الأهالي مما يدعم تيسير أعمال البناء تبعا لمتطلباتهم وتطلعاتهم من جانبه أكد سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن هذه الاشتراطات تأتي استجابة للتغيرات العمرانية المتسارعة ووفقا لمقترحات المستفيدين بزيادة سبل الاستفادة المثلى من المساحات المبنية جاءت الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية كمالا إلى الاشتراطات التي تم إصدارها في السابق أصدرتها هيئة تخطيط العمراني واصدرها صاحب السمو رئيس الوزراء واجت بصورة تفصيلية أكثر للمناطق الإسكانية بحيث تلبي احتياجات السكان المستفيدين من الخدمات الإسكانية تحقيقا لرغباتهم في تطوير هذه الوحدات وإعطاهم الفرصة الأكثر للاستفادة منها بصورة أكثر هذه الاشتراطات اجتملت على العديد من العناصر أهمها موضوع بناء المجلس ومساحة مخصصة لمصعد لدولة الاحتياجات الخاصة وكذلك سمحت الاشتراطات إلى بناء الدور الثاني فوق القراج لتلبية المتطلبات الإسكانية إلى المواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر